بدماء الأطفال ترسم إيران مشاريعها التوسعية في المنطقة العربية وتستغل الواقع المعيشي السيء لأهالي هؤلاء الأطفال فتغريهم بالمال مقابل تخليهم عن أبنائهم تفخيخ العقول بأفكار متطرفة وتهيئة نفسية لتقبل فكرة القتال حتى الموت لمن هم دون سن الخامسة عشر كل ذلك يجري في معسكرات مغلقة ترعاها ميليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني وهذا توصيف للمندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن نيكي هيلي التي أكدت أن نظام خامنئي يستغل الأطفال في القتال لفرض سطوته مشيرة إلى أن واشنطن توصلت لبعض مصادر تمويل ميليشيا الباسيج وبناء على ذلك فرضت عقوبات على عشرين مؤسسة تمويل هذه الميليشيا وشددت على أن واشنطن تعتبر أي مؤسسة غير إيرانية تتعامل مع تلك المؤسسات المشمولة بالعقوبات متورطة في سفك دماء الأطفال في العراق وسوريا واليمن محذرة في الوقت نفسه من التعامل مع نظام إيران على أنه سلطة طبيعية ومع بدء الثورة السورية أكدت تقارير أن طهران نشطت في مجال تجنيد الأطفال حيث رصدت ستة معسكرات تدريب وتجنيد رئيسية هناك كمعسكر شيباني شمال غرب دمشق والنيرب شرقي حلب ومعسكر ثالث في منطقة القصير بريف حمص الغربي وثلاثة معسكرات أخرى في مدينة دير الزور والميادين والبوكمال شرقي سوريا التقارير أوضحت أن المعسكرات تضم أطفال أفغانا ولبنانيين وسوريين وعراقيين يتم تدريبهم لعدة شهور ثم يزج بهم في جبهات القتال ليس في سوريا فحسب بل حتى في اليمن حيث كشفت الحكومة اليمنية عن وجود ما يقارب 23 ألف طفل في صفوف ميليشيا الحوثي منظمة هيومين رايت سووتش هي الأخرى اعتبرت أن تجنيد إيران للأطفال يعد جريمة حرب ودعت طهران إلى التزام القانون الدولي الذي يجرم عسكرة الأطفال لكن القائد السابق لميليشيا الباسيج محمد رضا نقدي ضرب بهذه الاتفاقية عرض الحائط ورفض توقيع حكومته على اتفاقية حقوق الطفل الدولية ترجمة نانسي قنقر